قبل سمحت لدعاء السوق صحيح والمقرصق حديث ودعاء السوق ضعيف الاسناد جدا اذا دخل احدكم السوق قال لا اله الا الله احده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيوميته على كل شيء قدير كتبت له الف الف حسنة ومحيت عنه الف الف سيئة الحديث ضعيف جدا في سنده عمر بن دينار كهرمان اهل الزبير هو رجل تالف وقد تواهم بعض العلماء انه عمر بن دينار المعروف المكي الثبت فصحه الخبر لكن حقيقة امره انه عمر بن دينار كهرمان اهل الزبير وهو ضعيف تالف فالخبر تالف الاسناد والله اعلم